كميل وريد الخضير تواجد اليوم في توقيع هذه الرعاية والتقابل أساد عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد وسأله على الخطة الاستراتيجية التي انتهي للاتحاد في استقطاب الرعايات لا أنا ذكرت أكثر من مرة أنه إحنا شغالين على خطة طويلة الأمد فيما يخص الرعايات الرعايات هذه رعايات استراتيجية اللي قاعد يصير اليوم نترجم هذا العمل اللي كان من فترة والحمد لله زي ما تذكرت من كل فترة وفترة بنوقع ما رأيه طبعا ما نقدر نحصر هذا الموضوع بس عشان والله نتائج النادي احنا نقول احنا منظومة متكاملة عندنا عمل مؤسساتي عندنا توجه واحد عندنا هيكل تنظيمي عندنا تسلسل صلاحيات عندنا دعم من الوزارة فيما يخص الحوكماء وعندنا توجيه من رئيس النادي ونائبه والعضاء بأنه هذا العمل لازم يكون مستدام وبالتالي حتشوف النتائج سيجي وربعا يعني رغبة في نادي الاتحاد ولا شطارة في المسوق في نادي الاتحاد ولا كلها كلها لأنه اخرى اليوم فيه دور كبير سوى فريق الاستثمار وفيه دور كبير سوى جميع اللعاب المختلفة بما فيهم كرة القدر فيه تحقيق النتائج وفي نفس الوقت كمان نقول نحن ذكرنا اول المعطيات تختلف انت في اول الدوري في اخر الدوري كمان يختلف فانت في موقع كما في تي شيرك رعاية فهذا كلها موضوع متكاملة لازم تاخد نظرة كيف وصلنا الى هذا النجاح نشوف الخطة الاستراتيجية المحطوطة وشوف حين وصلنا لها ترجمة هذه الاشياء تتم عن طريق وجود هذه الرعاية والنجاح في التوقيم ما يختلف اثنين بما نتكلم عن جمهور الاتحاد ما يختلف اثنين الاتحاد يمكن الجمهور الاكبر بالحضور والجمهور المؤثر الكبير رح يفتقدون في مباراة النصر القادمة اذا تسألني هل هو مؤثر؟ هو نعم مؤثر ولكن فريق الاتحاد حيلعب في كل الظروف واحنا هدفنا واحد احنا هدفنا النجاح في كل المجالات اما في مقص اش صار واش ما صار فهذا مختص فيها الادارة القانونية مع طبعا الفريق الاداري لكرة القدم وهم طبعا شغالين الموضوع احنا طبعا اي اجراء يجي عندنا مقابل وفي اجراء من قبل النادي والحمد لله هذا تم هو الرسالة كالتالي الجمهور هذا جمهور رقم واحد جمهور وفي واحنا نبقى ننجح علشان هذا الجمهور ونبقى نحقق النجاح فعشان كذا لازم اشيد بالدرجة الاولى لهذا الجمهور سواء كان غايب سواء كان حاضر احنا نعمل بروح قتالية ونبقى ننجح ونبقى نسعدهم